ارث الرابع عشر من اذار والسابع عشر من تشرين يبصم لسيد حسن نصر الله على ملكته الخطابية ومشهديته على المسرح السياسي ولكن يجب ان يشهد ايضا لقدرته على تغيير زاوية رؤيته للامور واستحسانه اليوم ما ادانه بالامس او العكس كما في خطابه في اعقاب اذاعة النتائج النهائية للانتخابات الذي كدى يوحي فيه بعلمانية لم نعهدها لديه ولا تنسجم مع واقعه رفض شعار شعاشيعة وكأنه فوجئ بسماعه صباح اليوم نفسه مصادفة كأنه ليس جزءا من الادب الشعبي الذي زرعه الحزب لدلبيئة الحاضنة الشهيرة التي تربت على يديه ويتوارى خلفها عند كل اعتداء على اللبنانيين وقوات اليونيفل ولجنة التحقيق الدولية في اختيال الرئيس الشهيد رافيق الحريري في خطابه الاول بعد الانتخابات لم يستطع الا ان يوحي للبنانيين بانه حامل ديمقراطية في البلاد كيف؟ بتذكير الجميع مواربة بامتلاكه السلاح والقوة لضربها بالقول ان حزب الله لو اراد تعطيل الانتخابات لا فعل ذلك اي ان اجراءها منة منه وهبة قبل ايام معدودة من الخامس عشر من ايار الانتخابي رفع على غير عادته في وجه اللبنانيين لسيما عملاء السفرات على ما يزعم اصبعين بضل اصبع هما الوسطى والسبابة وليس الاخيرة وحدها على جار عادته ما يوحي بحال توتر مستجدة لم تخفيها ابتسامة مرسومة بالعناية المعتادة ليهدد اللبنانيين ويتهم خصومه من دون اي دليل بانه يرودون شرا بالمقاومة وهذه تسمية صارت بحاجة الى تمحيص لغوي وجيو بولوتكي لمعرفة مدى قربها او بعدها من التعريف التاريخي والاكاديمي العسكري لها بعدما اتزل استخدامها اطلوع ونزول سواء عند الشياح اسرائيلي او عند اغتيال الشهيد لقمان السيم وكل من سبقه وربما يلحقه في يوم آت طالما ساد منطق الدويلة كان هذا التوتر لافتا اججاء بعدما منع النظام السحاسيح البدنية والمعنوية على الشيعة الترشح خارج مضلة الحزب المتحكم من الجنوب الى البقاع بحيث دانت له ولحليفه المقاعد نيابية لهذه الطائفة باكثريتها قبل ان تفتح مراكز الابتراع ويحل موعد الانتخابات لكن يبدو ان ذلك لم يطمئنه بدليل ما انتهت الي حال حلفائه واظهرتها النتائج لم يستطع خرق البيئات الاخرى في من خفضت نسبة الاختراع في مناطق نفوذه الحاضنة برغم بونات البنزين وما يشابهها يشهد الاسبوع الخنتخنبي على براعة الامين العام الخطابية والاعلامية وحال زونية مواقفه وقدرته على تأويل الامور بما يخدم اهدافه السياسية تكتكيا واستراتيجيا يعرف السيد نصر الله ان الذي حصل هو انتصار كبير جدا كما قال لكنه انتصار للتغيير وليس للعودة الى ما قبل الخامس عشر من ايار فرحلة الالف ميل تبدأ بخطوة وقد بدأت ونجاحها الحاسم لا يكون من دون جبهة سلام وطني تضم السياديين من كل الاتجاهات وفق استراتيجية واضحة فوق المحاصصات الانتخابية والان الحزبية فلا تتكرر ظروف اغتيال الرابع عشر من اذار على يد ابنائها ولا يترك للمندسين في انتفاضة السابع عشر من تشرين ان يعيدوا تآمرهم باثكاء المشهر الطائفي البغيض لادفاء وهج الديمقراطية المقبلة فارثوا الحركتين على المحاك ترجمة نانسي قنقر